النهاردة حبايب قلبي انامل مع بعض عصير بالقشر الشمال بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا وهقول لكم الطريقة الصحيحة المزبوطة اللي انت تعبيديها ويطلع معاك عصير جميل جدا جدا وبس تبقولي حبايبي كده لنهاية الفيديو وفضلا وليس أمرا إخوتي لو الطريقة عجبتكم بتنسوليش كده اللي انتوا تشجعوني وتدعبوني باللايك والشير عشان فيديو ده يوصل لناس كتير اللي هي تشوفوا وتستفد تستفد بالفكرة زي ما انتوا شايفين اهوت طبعا احنا يسا بدخلناش في الطريقة بس انا حبا لنا اورركم يعني بصوا احنا بنستفاد بالجزء اللي انا بطلعه دواتي طبعا الطبقة دي بتبقى سميكة كده وخضرة فاحنا عنامل بيها العصيرة احلى عصيرة هوت عملته من قشر الشمال بطريقة سهلة وبسيطة جدا انت بقولي بقى كده عشان نشوفوا الطريقة الصحيحة المظبوطة وبقى دبالكم حصري والاول مرة على اليوتيوب فاتبدل الفكرة تنلقي اعجابكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم اخوتي وحبيبي في الله في مطبخ طلبتك اوامر مع حنان الورائي تعالوا بينا حبيبي نبدأ الفيديو كده بالصلاة على رسول الله على يفضل الصلاة والسلام هنا حبيبي بعد ما قشرت كده القشر الشمال وطبعا كنت غسلة كويس الاول وطلعت منه زي ما انتم شايفين هوت يعني اللي في المصة ده اللي انا شايفينه ده كده ملوش لازمة انا خدت الطبقة التخينة اللي هي بتبقى خضرة كده هوت وبتبقى جمدة فهي ده اللي انا حنستخدمها النهاردة في عبايل العصير هتلاقوا اللي انا عاملة نوعين يعني فيه اجزاء تانية تخينها شوية كبيرة شوية يعني فدي اللي انا عملت بيها معاكم الفكرة اللي فاتت فيديو اللي فات وعملنا به سمك في ليه من قشر الشمال اللي هو كان في العدلية انما اللي في الطبق ده هوت هنقطعه مكعبات وبعد كده هوت هنعمل به العصير المهاردة ايه معاكم طبعا انا نشير بقى لحاجات التانية ديت وبعد كده هنقولك تعملي ايه انا يعني حابت ان انا اجرب وعمل اضرب اضربه كده بعد بقطعته مكعبات واضربه في الخلاط وحضف له معلقة كده صغيرة من عصير فروتي ايه بناكهة البرتوعة لا بس هنقولكو طبعا ايه وحنضيف كباية كبيرة من السكر اه طبعا انا ايه باجرب معاكم العصير النهاردة وحقلكم الطعم التاعه كان حل وما كانش حل وامل الملاحظات اللي كانت فيه وانا زبطتها فتابعوني لهات الفيديو عشان انا مقدم لكم الفيديو النهاردة بالطريقة الصحيحة المزبوطة اللي انت تعمليه بعد كده وتستفادي اه من الخطأ اللي انا وقعت فيه اه لما جيت احطه كده بعد بقطعته مكعبات معاكم ما حطيته في شفشة اخلاط وحطيت علي كباية من السكر ومعلاقة صغيرة من العصير فروطي لان طبعا قشر الشمام مش بمفيه اي اي طعم خالص يعني اه مفوش طعمة فاحنا بنحط له الطعم على حسب اللي انت عايزة عايزة بنكهة البرتقاف فممكن تحطي عايزة بنكهة المنجا فممكن تحطي اي نكهة انت حبها فممكن تحطي من اكياس العصير اللي هي سريعة التحضير وبعد كده هوت طبعا ايه اه 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 انا حقفل الغطأ دوقتي وحكمل باعكم ونشوف ايه اللي حصل بعد كده وحضربه. وحاد ايه لحد ما ينضرب ايه معايا. وبعد كده ايه حناعبي بقى ايه في الازازة ونشوف بقى ايه ونشوف ايه اللي حصل. طبعا انا كملت معاكم لحد ايه لحد كده هوت وعبيته و ايه وقلت لانا اجربه يعني لما اضربه كده هوت من غير من غير مسلق اشر الشمام عايبقى طعمه حلو ولا مش حلو فطبعا انا كنت عاملة معاكم من اشر بطيخ سلقه و كنت عاملة به وصفات عصير بعاكو فقلت بما اجرب اشر الشمام يعني عايقون محتاج سلق ولا مش محتاج فقلت لنا اضربه كده هت ايه على طول ونشو فطبعا انا بشاركة فيديو معاكم بكل امانة و بكل صدق عشال انت لما يطلع عندك اشر شمام وحبه تعملي العصي را طب انت استفابتي من الفيديو وتعمليه وتعمليه زي ما هقولك ادواتي انا دواتي نقصت كده يعني شفشا من الازازة المية لان الازازة دي بتاخد اثنين ونصف ريتل فباملها وبحطها في التلاجة وبعد كده هت ابدأ بقى ايه ده كده شكل العصير بعد ما ضربته طبعا عصير مركز دلوقتي فانا حطيت القمع كده وببدأ اللي انا بفضيه في الازازة وبعد كده هت ايه بعد كده هت طبعا هنشوف هنعمل ايه تاني هنكمل بقى الازازة بالمية وبعد كده هوت هنبدأ بقى ايه نشوف فانا طبعا ايه بقى خلصت معاكم الفيديو بس قبل ما انهي الفيديو معاكم خالص هنشوف مع بعض ايه حبايبي ايه طبعا انا بعد ما خلصته وصبت كوباية معاكم فجيت اللي انا ادوها فلاقيت التفل بتاع اشر الشامان فكان في العصير ظاهر خالص فمش هينفع يتشرب بصراحة يعني اللي هيشربه فمش هيحب العصير عيلاقي اللي هو في قشر صغير كده في العصير كتيره فطيب انا عملت ايه راجعت تاني اللي انا خدت الازازة دي وصفتها بشاشة وخدت التفل بقى اللي هو اللي طلق رحت احطاه على البتاجاز بقى كوباية مياه وبعد كده سلقته لحد يعني تسلق حوالي ربع ساعة كده هوت وبعد كده سبته لبابرد وبعد كده ضربته برة تارية بقى شوية عصير في قلب الخلاط وبعد كده هوت بقى جميل معايا بقى جميل جدا جدا هو انا لسه ينطق طبعا انا ايه لسه ما سلقتهوش بعبلتش حاجة فلاوت كده باواريركم الطابي بتاعه بس بجيت ادوقه لقى لقى ايه 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 حاجة بحب اللي انا اجربها جديد بحب اللي انا اجربها اجربها معاكم وبعد كده نشوف لو هي حلوة بقدمها لكم مش حلوة فبقول لكم هي يا جماعة ما كانتش حلوة فهو لحد كده اتنا خلصته لحد ايه كده فأنتوا هتلاحظوا اللون هيختلف ايه بعد شوية لان انا جيت اشرب منه زي ما قلت لكم لقيت فيه التفل فكان لازم يتصفى طب واللي اتصفى ده تم انا هرجع ارميه بانا مستفدتش بحاجة ملووش لازمة بقى لانا كنت اعمل العصير من القشر الشماء فعشان كده مرمتهوش فرجعت اللي انا سلقته مع كبات مياه زي ما قلت لكم ورجعت حطيته تاني وضربته في الخلاط وزودت له بقى ايه بقيت الباكو العصير اللي هو الفروتي كان فاضل في الباكو معلها صغيرة فروحت بزوداها بعد كده هوت لما ضربته بقى ايه في الخلاط بقى ايه كويس بعد بسلقت التفل ده كده بعد انا بصلحته بقى وزبطته فروحت ايه رحت بعد بسلقت التفل كويس وبعد كده ضربته بقى بقى العصير بقى شوية من العصير جزء من العصير وبعد كده حطيت له بقى بقى صغيرة تانية من عصير فروتي بالبرتقان فما رميتش حاجة منه خالص فيبقى انا كده استفدت بقى شر الشمام كله ويبقى كده هوت تعاملت من قى شر الشمام عصير ويبقى كمان قوام للعصير اداله قوام تقيل وحلوة فانتو بقى لما تجوا تعاملوه فمن الاول خالص هتاخذي قشر الشمام بعد ما تقطعيه مكعبات فتسلقيه في شوية مية وبعد كده هتستخدمي على الكمية اللي انت كنت شايفينها في ملو الطبق كبات سكر باكو عصير فروتي بالبرتقان او اي نكهة تانية وبعد كده بتسلقي قشر الشمام وبتدربيل بكمية بتاخد معاك 2.5 رفل كمان من المية فبيعمل معاك كمية كبيرة وحلوة بسم الله ما شاء الله شكرا للمشاهدة السلام عليكم